وفي الضالع حيث أفاد وليد البراطي مدير مركز العزل الصحي أفاد لقناة يمن شباب بتسجيل 30 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ 28 من رمضان وحتى اليوم أكد البراطي بأن عدد الإصابات في ارتفاع لا سيما مع تنقل الأسر والمسافرين بين عدن والضالع الذي وصل عددهم إلى 25 ألف خلال عطلة عيد الفطر وأوضح مدير مركز العزل الصحي في الضالع بأن مركز العزل يستقبل يوميا حالات الإصابة بهذا الفيروس وهو بحاجة ماسة إلى الدواء والأجهزة التنفسية والميزانية التشغيلية طبعا وصلت لنا استقبلنا في مركز العزل العلاقي كوفيد 19 محافظة الضالع 36 حالة من تاريخ 28 رمضان إلى تاريخ 96 تقريبا 36 حالة وصلت لعندنا كلها حالات معقدة 10 حالات منها وفاة و 16 حالات شفاء بإذن الله خرجت و 10 حالات ما زالت مرقضة في المركز نصر الله لها الشفاء منها 2 في عناية مرقزة أيضا هناك تقارير في الغرفة العملية في مكتب الصحة عن 20 وفاة مؤكدة بإصابة بكورونا ترجمة نانسي قنقر